أظراً للظروف التي اجتاحت العالم جراء فيروس كورونا ومملكتنا الغالية جزء من هذا العالم فقد أطلقت جمعية إنتاج بمنطقة حائل للمتضررين من هذه الجائحة مبادرات منها تسليم وإسكان ستين أسرة بمنازل وكذلك توزيع ألف سلة غذائية تم التعاون مع الإسكان التنموي بتسجيل مذكرة اتفاقية الحقيقة استفادت الجمعية أكثر من وصلنا إلى ستين إسكان ووحدة سكانية تم تسكينها من الأسرة المحتاجة والشد حاجة في هذا المجال ويأتي هذا الاهتمام بالمواطنين تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين بشكل عام والمتضررين بشكل خاص حيث يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي أمير منطقة حائل وسمو نائبه مع بعض الإدارات الخدمية حيث يقومون بتذليل العقبات لتمكين الإسكان التنموي وتحقيق أهدافه أشكر قادم الحرمين الشريفين والعاهد والأمين وصاحب أمير المنطقة أمير عبد العزيز وزارة الإسكان وجمعية إنتاج عن ما بذلوه بهذه الظروف الصعبة والله يجزاهم خير عطوانها المسكن والحمد لله والشكر أنا وعيالي ساكني النبو والأطول بعمارهم ما قصروا ومع ذلك سلة قذاء بعد والحمد لله والشكر أشكر الملك سلمان ولي عهده وامير حائل لأنهم عطوانا البيت نسكنبو وتقدم هذه المساكن من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تقوم أيضا بصيانة المباني وتقديم الخدمات للإسكان التنموي ورفع الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعهم وتأمين السكن لهم للإخبارية عبدالعزيز غرير حائل